اشتركوا في القناة وننجحوه في الحياة دينا ونحقوه قيله ذاك الشي اللي كنتمنى واح اليوم غادي نتكلموه على حق الامتياز او للفرانشيز اي واحد كيسمع هذا المصطلح دي الفرانشيز صافي كيبلينا انه وخصنا وحضرات المال هو كبير كنتخلعوه كنرجعوه وكنقولو زي ما ما يمكنش انسان عادي بحالنا يدير فرانشيز واحد ناخسو يكون عنا بزاف دي الفلوس اولا نبغيو نقربو المفهوم دي الحق الامتياز او اللي دي الفرانشيز للمشاهدين ايشنوه وقت فت الفرانشيز اسمية جاية من انجليزية ماشي الفرانسوية اللي كتعني حق الامتياز واحد الكنترا كنديروه بميجوش دي الاطراف انا مقاويل درت واحد المشروع نجح ليه بزيان واندي واحد المركة معروفة الناس كي يجيو عندي الماحال كيشيو سلعه ديالي كندير واحد الكنترا مع واحد شخص واحد اخر اللي بغايت تلاصه بالبيزناس وكنا عطيه حق الامتياز بيستعمل النجاح ديالي باست ميمشي 우리 دي الايكوبة ينقل مني حايت أغربية الناس فيش كين قلوه كين قلو غير هذه القشرة ديال البرا كتنقلش الداخل وكنا عطيه حق الامتياز بيستعمل المركة ديالي بيستعمل طريقة الخدمة ديالي كمش يغير هاد الطريقة ديالخدمة بش يقدر استعمل حتى المنتوجة ديالي بش يقدر استعمل حتى تكوين ديالي ننفور ميه نوريه كيفاش يدير هادالطريقة علش كتخلع الناس حيث كنعرفو دي فخانشيز كبار محلات مثلا دي الماركات دي الحويج ولا دي الماكلة ولا دي الواجبات السريعة اللي عرفة في العالم كامل كيسحبنا هادالفخانشيز كينغير في هادالدومين وكينغير في مقاولات الكبار وما في الحقيقة وهذا الحص لحظ دينا دي فخانشيز كينغير في جميع المجالات وكينغير في جميع الأحجام واليوم بغيتنا نضرو بزاف على الميكرو فخانشيز يعني حق الامتياز في المقاولات صغيرة صغيرة هي صغيرة ولكن خدامة مزيان وكتربح مزيان وكتطور مزيان الحق الامتياز علش مهم بزاف وخصصا في هادالوقيته بحالي كنعيشو بزاف دي الناس مثلا اللي يخدامين في واحد القطاعات اللي تطرو بزاف بالأزمة اللي دازت إما خاصهم يقلبوا على مناصب شغل جديدة أولا المداخيل ديالهم ضعافة في الخدمات ديالهم ويقولوا خصنا نمشيو يمكننا جاء الوقت باش نزعمو ونديرو مشروع ديالنا وكينفناس الوقت هما عندهم تخوف عندهم تخوف وكيعرفوا نقاط القوان ونقاط ضعف ديالهم مثلا كيعرف أنه عنده واحد شبكة العلاقات مزيانة كيعرف كيفاش يسير واحد المشروع ولكن مشي بدرور كيعرف كيفاش يخلقو دونك بغوا واحد الموحيط آمين فين يبدأ هاتش اللي كتجيب حق المتياز كتقول لي ما عندك شعرش تخاف وتقول واش المشروع ديالي نجح لامين نجحش أنا هو ناجح ما عندك شباش تخاف تقول واش نعرف كيفاش نسيرو لامين نسيروش لأنا ما نخليوكش بوحدك ندولك تكوين ندولك تكوين وغادي نعطيوك البروسيس نعطيوك الطريقة للعمل اللي غادي تتبعها بالحدافير ديال هذا أدق التفاصيل سمحني يا إسماعيل باو مال دو فوتن سمعوا باللي كانين دي فرانشيز أو دي ميكرو فرانشيز اللي نجحوا في الدول ديالهم الرسمية واخدهم شخص مثلا في واحد البلاد خورا معينة وما تتمشوش كيفما ولا ما نجحوش بدك الطريقة اللي نجح بها في البلاد الأصل وعند شخص اللي كخيهم في اللول هذا من الأخطاء الشائعة بساف ديال الناس اللي كيضنوا بأنه واحد المشروع ولا واحد الفكرة لأنه ناجحة في واحد المنطقة تقدر تنجح بالطرورة في البلاد ديالنا غير في نفس البلاد ما بين منطقة ومنطقة دونك أنا اللي كان قطارح على الناس اللي أول خطرة غاديديروا المقاولة مايمشيش يجيبشي حاجة من برا ياخد فرانشيز مننا حيتي كمونسا مرش أنا مثلا مقاول نجحت درت فرانشيز الكونسيب تديري رجعته فرانشيز كان سني مثلا مع واحد السيد في واحد المنطقة كان أعطيه الحق أنه يدير يستعمل فرانشيز ديالي مثلا في هاد الدولة ولا في هاد المدينة ولا في هاد المنطقة في إن غاجب مثلا مايمشيش أنا من اللون أقلب على شي حاجة من برا نشوف شي حاجة لذيجا حققت ناجح في المغرب ودابا في هاد الوقت أنا اللي كان قطارح على المشاهدين ديالنا احنا في واحد الوقت اللي خصتنا نشجع الاستهلاك دل منتوجات مغربية نعم موطن ركين بزاف ديال حقوق المسياس دي الفرانشيز مغربية اللي تتخلقوا في المغرب وناجحين أنا كنقصر على الناس يشجعوا باش يغير يشجعوا يعني يفكروا بطريقة أنانية إلا بغير ينجح ياخد واحد المنتوج مغربي اللي خدم في المغرب غدي يكون عنده حضوض أكتر باش ينجح وكان ضمن سيسماعيل اليوم الناس بصيفة عامة فهموا هذه المسألة فاش نعيشوا واحد الأزمات في الحياة ديالنا كتخلينا نعرفوا بالقيمة ديال الأشياء اللي عندنا في بلادنا واليوم المنتوج الوطني صراحة كنا كنا نشاهدوا لي بالجودة للمقاويل المغربية حتى ما ديروا بزاف هالمجهودات باش يعليوا المساوى ديال الجودة ديال المنتوج ديالهم فصراحة هدي فكرة زوينة أنا نفاش غدي نشري حتى المنتوج ديالي من المغرب كنظن حتى التكلوفة اللي غدي تقامل بها ذاك المنتوج ما غتكوش بحلنا غدي نجيبوه مثلا من بره مع 초 أخيا نبغيو وننخلوا بالديطايل أكثر ديال الحق الامتياز نبغيو نتكلموه عالوش كننشي أنواع ديال الحق الامتياز اللي اليوم زوين إن فرانشيز في الخدمات مثلا ef 없이 فرانشيز في المصبانات في خيات كين فرانشيز كين في اللي كي بيعوا الورد اللي كي كريوا التنوبيلات دايق أول فرانشيز في مغرب فرانشيز ديال كيراء السيارات دخلت في أول القرن اللي فات في 1912 فاش بدات أول يعني من الأولين اللي دخلوا اللي دخلوا المغرب بمع الوقت تطوروا بزاف ديال الفرانشيز لي جوا من برة أكترية ديالهم ولكن هدي تقريبا في عشر سنوات آخيرة بزاف ديال مقاولين المغاربة اللي لقوا واحد ناجح وشافوا بأنه كان إقبال كبير واحد اللوقيته فهموا بأنهم بوحدهم ما يقدرش يطوروا مشروع ديالهم بزاف عليها لتاجقوا الفرانشيز يعني حق الامتياز كي يخليهم يصرروا التطور ديال المقاولة ديالهم وفي نفس الوقت هدي طريقة باش كتشجع المقاولة في البلد ديالك وكتقوي الماركة ديالك كما قلت في خدمات الأشخاص في الخدمات المقاولات كذلك في بنسبة الماكلة يعني بي كثير فيها بساف في الحواج اللي بيعوشة ديال الحواج كي ينحتف في تافلي ديال استشارة كاين ديالفرانشيز يعني لا في استشارة الأشخاص لا في استشارة المقاولات كي ينستيم ديالفرانشيز كليومة أنا كن قطعح أي واحد كيفكر ديال مقاولات ديالو في هاد في هاد الظروف واللي ما كانش عندو واحد تجربة في خارق المقاولات من قبل أول حاجة يدير يفكر في الفرانشيز في حق المتياز ويقلب ويتصل كينا الجمعية المغربية لحق المتياز تقول في ديالفرانشيز يتصل بيها غادي يعطيوا لاليس اليوم كين خمسة وسبعين فرانشيز اللي عضوا في ديالجمعية في المغرب وكين دي فرانشيز جداد حكا نشوفوهم بزاف الخديثة بحل المدينة ديالدار البيضاء فهذا غير في تلسلين الاخيرة كتروفة كترولي فرانشيز وهذا كيعطي واحد نتعلم لك كي سرع مزيان تطور ديال مقاولة نعم واقتصاد الاقتصاد في بلاد نايت بحتي يزين بغلي واحد نقطة مهمة بزاف ديالنس عندهم واحد تخوف من واحد المبلغ مالي مثلا كي ديروه كون فاند انفستيسمان في اللون خسيني نحط بحل اللقلتي وحد راس المال صغير وكي يقولك بزاف ديالنس وانا اللهم ندير مثلا مشتروع ديالي بلا فرانشيز بلا والو بلا ما نزيد عليا هذك التامان اللي غدي نخلص ديال فرانشيز صغير باش نصح وغير بقى ديالت سؤال وغدي كنا باش نرجعو ونشوفو التفصيل ديال العلاقة ديال فرانشيز دبا انا نجحت المشروع ديالي خدام وانت بغدي تستعمله وبغدي حق المتياز هذك حق المتياز كنا عطي لليك وكين بشورط اولا كين شورط مالية يجب ان تخلصوا كي تسمى هذك دواء دن تخي يعني المبلغ اللي خسك تخلص باش تدخل معانا في هذ المشروع ديال هذك حق المتياز بيانسور كاي لحق المتياز اللي ديال مليون ديال الدولار وكاي اللي بيه 30 الف درام وكاي اللي بي 50 الف درام كاي الكبار وكاي صغار نحنا قدروا على الصغAR نون كاي اولا هذا اللي هو الولاني ديال دواء دون تخي تانيا خاصتك واحد الاستثمار هذه الاستثمار تجيبه يعني خاصتك تجيب هذه الاستثمار اللي يقدر يكون من عندك او لا تقدر تاخده مثلا من عند البنكة وثالثان تي خاصتك تعطي واحد شوية ديال الربح تعطي واحد شوية ديال الربح واحد البرسنتاج من الربح تديرك سنوياً كتسمع ويالتيز كترجع لهذاك الاصل علاج لان خصو هو حيث هو اللي كيدير الإشهار على المستوى مثلا الوطني والمحلي هو اللي خصو ديما يبدأ يدير البحث يعني راك يكون واحد يدير التطور للمنتوج وديما خصو يستثمر في التكوين خاصو يستثمر في المراقبة والتتبع لان را يتبعوك ومشي غير غادي يعطوك كل الفرانشيز ويقول لك هجنو خصوك تحترم ويمشي يكون واحد يتبعوك كين تكاليف اللي خاصك تخلصها وخادشي كامل كيبقى إلا درتي الختيار المزيان ديال الفرانشيز كيبقى ديما هاد الاستثمار ماشي صعي بزاق بمقارنة مع العائلات ديالو موخا اسماعين بغيو نعرفوا معاك كيف شوكي إحنا أشخاص قايسين إننا طموح كي مزاف دير شباب في المغرب اللي عندو طموح وعندو واحد لبودشي وعندو أفكار وكيفاش نختارو لفرانشيز ديالا بسطها لنا باش نزيدو نقطناو أكتر قادرون تشاركونا وزيد في فرانشيز ديالا لقناعتينا لقناعتينا دوكلو على الله أول حاجة بحالي غدي مبدأ أي مشروع خاصتني ننسوه راسي علاش باغي نديرو علاش حيات إلا بغيت ننجح في المشروع ديالي نستمر فيه خاصي يكون دكشي اللي كندير عاجبني تنبغي ن숙حة لا تنبهم لوحد لفرانشيز اللي بعيدة عليا تماما لله عزيز عليم الell rookات مع الناس ونظل معهم від صحوال تخطي هذا الفرانشيز دي تشبه لي فرانشيز الي ليلقى فيها راسي، والي إرتاح فيها وكل نهار نكون فرحة نمش نخدم فيها لأنها تبقى مقاولة تخدم فيها ويكون الدمارش فيها صعيب أول حاجة نشوف شي فرانشيز قريبة لي قريبة القيم ديالي إذا كانت واحد لفرانشيز لي مثلا ما كتهتمش بالجودة حيث رمشي دار فرانشيز يعني أنها عندها واحد قيم اللي هي صالحة كان واحد لفرانشيز في العالم اللي معروفين كيبيعوا بزاف والمقاولين اللي كيخدون كيفشلوا بزاف لأنك تبيع ليهم ومن بعد ما تبقاش تبع معهم وكتخليهم بوحدهم كيعموا بحرهم حتى يموتوا وكل ما كيكونوا بحرفوز في اللون لون كيسن ناخد الفرانشيز اللي عندها واحد القيم اللي إيجابية قديت رافقني اترافقني ترافقني ترافقني ثالثان خسنين ناخد واحد الفرانشيز كيما قلت تزينب اللي ديجا نجحات في المغرب ما عنديش ما نهتمش هنا بلا نجاح ديالها برا حيث لنجحات برا كيبقا بجنجيبها في المغرب كيبقا غير واحد توقعات واحد ما شي معيار نجاحها برا لأن الشعوب مختلفة والأدواق ديالشعوب مختلفة طريقة تفكير مختلفة ولا ممكن تنجح حاجة في فرنسا مزيان مثلا ناخدوها لأكزامبل وممكن تجي المغرب ما تنجحش لأن احنا انتنا تقافتنا انتنا حاجات كنبغي وهم مختلفين إلى بلاد خورا أبسوليما وانتمنى واحد النهار ورابدوشي واحدين تمشي الفرنشيز من المغرب الخارج شعلا نقطة ثالثة في الاختيار ديال الفرنشيز هي الماركة ديالهم واش قوية بزاف وعندهم سمعة مزيانة الماركة ما كتعنيش غير اللوغو الماركة اللي بغينا نلخصها هي مسألة ديال تيقة واش لناس كي تيقوا فيها ونقطة ثانية هي الحب واش لناس كي بغيوها كي بغيو ديك الماركة واش غاديشوف تيبغيها وكي تيقفيها غاديشوفها في الاسخرة غاديمشي لها مباشرة غادير بحق الوقت باش جيب الكليين جداد النقطة الرابعة هي التتبع واش هدوك الناس عندهم خبرة حقيقية في التتبع في المواكبة في المرافقة ديال المقاولين حيث نقدر نكون محتارف وناجح في المشتروع ديالي ولكن ما كنعرفش نتبع ناس خورين وندير المرافقة ديال من دير خدمة بوحدة والنقطة الاخيرة هي ديال البلاسة نختار فرانشيز اللي كتناسب المنطقة اللي أنا فيها ممشيش نجيب لها فرانشيز في واحد المنطقة اللي فيها المنافسة كتيرة وخاي عندي واحد لامتياز ديال النجاح غاديد كل أمور صعيبة دونك نشوف شي فرانشيز اللي غاديد دي بالجديد اللي غاديد تبدع في المنطقة اللي أنا عايش فيها صراحة نسي اسماعيل في كلامك نفهمه بزاف ديال النوقات اللي خصنا نردو لها البال باش ما نديروش بزاف ديال الأخطاء في اختيارنا أولا لها ديال الفرانشيز وكان ظن تكلمتي على بزاف ديال النقط اللي غاديد خلينا نديروا واحد دراسة ديال السوق اللي كينساوها كتير من منزم المقاولين الشاباب فاليوم نبغيون نعرفوا شنو هم الأخطاء اللي خص أي واحد اليوم بغي يديروا واحد ديال الفرانشيز يتفادى هم يرد لهم البال انا ندروا لخمسة الأخطاء أول خطأ هو أن الناس كينساو بأنها دارة مشروع خلق مشروع عادة مشروع جديد بالنسبالي وخوا ناجح من قبل عند واحد الأشخاص خورين جربة جديدة جربة جديدة وهذا مشروع ديالي مقاورة جديدة اللي غادي نخلق حيث ركي بقاو مقاورة مستقليم ضمن الخطأ اللي كيدر كنساو هادا المسألة وما كنديروش دراسة ديال السوق نحن ندير دراسة ديال السوق باش نتأكد بأن هاداك المنتوج لذيك الخدمة رأى الناس محتاجينها في هاداك البلاصة عند هالكليين ديالها المنافسة ماشي قوية بالدرجة أنها ما تخليهاش أنها تبدأ وتطور ونقدرون ندير دراسة ديال المشروع ثاني حاجة الخطأ اللي كيدرون الناس هو ما ما كيتأكدوش من المعلومات اللي كيعطيوهم مول هاداك الفرانشيز كيبدأ غير يتاق حيث مثلا كتكون الماركة قوية الماركة قوية من بره كيكون منباهر بها منباهر بها كيبدأ قرير أمن بالله كيتاق كيتاق وما كيمشيش ويتحقق ويتأكد نقدرون يتأكد من المعلومات وتطلب بالتدقيق لكش علاش في الفرانشيز ديما كيعطيو واحد دوكيمون كي تسمى هاد دوكيمون الانفورماسيون بخيالها كيعطيك المعلومات المسبقة ديالي كتسنمع واحد الكنترا باش انك مديش لمونافسة مشروعة باندك المعلومات يبقوا سريين وكيعطيك واحد الواتيقة بالضيطة دوكيم المعلومات وانت كتأكد منها خسيني نقرأها خسيني نقرأها وباش نقرأها رمنا عرف نقرأ كل شينا دونك كذا الخطأ الثالث خسيني نجأ شخص خسيني نمشي الخباراء كين خباراء لا سواء في المقاولات او لا في المحاسبة اللي غادي يأخذوLink المعلومات ويقرأوهم مزيان وما اللي غادي غادي نصحوني ويرافقوني باش نتأكد من في الchauتيار ديري جميل وغادي نديد الخطأ الرابع حقه هناك مرتبط ربما بخطأ آخر هو أننا كنشوفووو كنبهروب هذا المشروع با غادي كله ؟ بالنجاح كنبهروب النجاح بلما يعرفpla وقت ل dernière كيف انا كنو عادر لا انا قادرة نتعامل مع هذه الفرانسيز في وقت الأزمة أنا أقصىها لك هذه خاصة حلقة ببوحدة بيانسور إن شاء الله مدروكي باش تتعامل مع أزمة لا في الإطار الفرانسيز أو لمشروع مقاولة صغيرة ولا تعاونية لأن الحمد لله إلا ما نقدروش نتوقع الأزمات نقدرو نوجدوا الطريقة باش نتعاملوا معها